بسم الله الرحمن الرحيم. غز المكسور. كل هنطل طبعا دي كده دي هانات قديمة وشغل ايه بقى عايزة حت عزلة معجي لنبدأ نجازتها على البركة الله. بسم الله. اشتركوا في القناة بسمها مكانة صنعية. مكان بيكون احادي زي ده كرا بس يلف ايه حركة واحدة. بيجي تلف حركتين. حركة كده وحركة ترددية. اللي بيلف حركة واحدة تأكل معك اسرع في الحجم دي. اتمن ات نظر40 لك دي خلاقير مع احد في الصور عليهم اهلا تعالى reduzحد المتBreرف اشتركوا في القناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة هذاell entendن V معجونة لديها على الصند والالمونيوم والحديب لأي حاجة معجونة تباكتول بها تأخذ 2% لـ 3% مصلب 2% لـ 3% بسم الله 3% لـ 3% 4% من دقت ساحبك أليس هي مقدرة تتعاود يعني تعمل كم معجونة نفسات قيلة قيلة وسهلة في نفس الوقت هننزل إن شاء الله إشرة جرد وإشرة ملو وإن صنفر عبق الله هيا هيا ممكن كزا مرة كده طيب الدواء لو زاد او المصلب او زاد اللي ممكن يحصل فيه بيعمل عملية احمرار في المعجون المعجون نفسه ممكن بعد كده بعد عملية الرش كمان المصلب الزادة بيطلع على الوش و تلاقي المعجونة مرة بعد الدهان النهائي خصوصا بيحصل في الالوان القاط دي والابيض والبيرل والالوان اللي هي الحاجات الفواكه بيعمل عملية احمرار في المعجون ولو المصلب قليل طبعا هياخد وقت في النشافان ولو قليل خالص المعجونة مشتان في قصة ايه اثنان الى ثلاثة في المئة مصلب بيكون يعني بضال متوسط بتاعها يعني بأنزمة المعجين بتاعت العربيات البوليستر بشكل عامل بسم الله ايه النجرودة هتلاو نخلي المسام بتاع المعجون ايه نخلي المسام بتشرب المعجون نجي وهي نفس القشرة ايه ايه بص بقى هناك بص بقى رامية بقى رامية براية 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 باستخدام رامية براية 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 تدعم اشتركوا في القناة نقوم بعمل السنفرة سنفرار مية وعشرين او مية ونبدأ نزوطها بأمر الشيء هذا كلها ما يبدو من التفاق لتنشف المصنفر من حوالي كده وعشر دقيق هذه الحروف أول ما تشم نبدأ بعمل صنفر نجيب البلوكة ماشي بالبلوكة بس بالماكنة تنجزنا احسن يعني الاول وبعري كده انه بكل بالبلوكة بامر اللوكة عم محمد طباع الفلة عامي صنفره مية كل دا احنا شغالين بصنفره مية هذا احنا شغالين مية ومية 80 مم تنور جاي اشتركوا في القناة قرب الدين عريضة مش هنفرط دقو يجي البال بلوكة قد ايه في صنفرة مية او مية وعشرين او اي حاجة شغان تريح بس كلا ايه بس تحاول ايه تخليك جوه المعجون بتطلقش بالصنفر دي بره المعجون عشان بتعمل خشان عايق خصوصا احنا بنصنفر دلت بصنفرة مية الطبيعي اللي انا صنفر بقى بدي بكام مية وعشرين مية وتمانين عشان الخشانة بيه هي دي اللي بتعدل المية بتاعت الماكنة اللي بتعدل المية بتاعت الماكنة مية وخمسين مثلا مية وتمانين كده مية وطلقش مية وطلقش مية وطلقش و ايه الخشان اللي على الجاف تعادل الخشانة بالمجنة او الكلام ده صلى الله صلى الله عندكم الفيدر بحمد الله بص بقى نحط البلوكة كده ها هنا على العادل ده بقى وكده ها ترفع معانا ايه السوكة دي طبعا انت لو هنا الشوه ده معك جامد وعاد سوسك بدينها تجيب لك سرام طابون وتركب الطابون كده وتضبط بص عالسوكة ترجمة نانسوكة ترجمة نانسوكة ترجمة نانسوكة 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 غير رفعber بهم قرص خمسة بوصة راكب على مكانة ستة بوصة في القصة. بس مش كل المكان كده على فكرة. انت الافضل انت اللي عايز مكانة خمسة بوصة تشتريها خمسة بوصة. عايز مكانة ستة بوصة تشتريها ستة بوصة. يما المورد بتاعك تسأل وتقول له هي ينفع حول القرصين ولا لا? ان فيه راس ايه? يعني دي مثلا بس هنا دي اعلى من دي. المفروض العكس. اتبارك. عشان ان تجي الصان فارمزنة ولا حاجة تلاقي دي بتغبط و دي اصلا موصلتلوش. اللي هدي بتغبط و دي موصلتلوش. خلي بالك من حالة ازاي. بسم الله. ممكن ديها الاصلة ممكنش بيركب لها لخمسة بوصة عشان خاطر كده عاملة جده. يعني رجب تيابة صنفر يعني بسم الله. موسيقى 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 الفكرة من صنفارة بسطنها تكون صنفارة المية موسيقى 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 شغاله في الموضوع بسم الله وحيانا بيكون معنا البادارة جاية بادر اللي بتعمل عفرة اسود عشان نتأكد ان الفشانة تشال موسيقى وصلت خربشة وصلت الغاية فين نبدأ الماكنا بقى يلابشين خربشة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 لا! انت ما تنفي تشتغل الشغلانة اكله وتبدأ لله! لله ربنا اصرها لك! طول! 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 الله! مش هشتغل الشغلانة كلا وخلاص هتلوها حلوة وفتيكل على الله! تنو انها لله في قبل قبلنا! الله! الله برجى! الله! الله! شغالين اللي تقول انت عربة هراجع لها نفسي. الله. الله. بيها مرضوعة. اه. الله. يعني كل حاجة في حياتنا يدوها لله. حتى الشغل اللي احنا شغالين لها. تلاقي التاثير من عند ربينا والتوفيق. الله. ما جالكش رجل فيها ده. البركة. الله. الله. الله اه. اه. ونفس الحاجات هي هي. اه. اه. انا هدد غرضي وانت هدد غرض. اه. يا الله. البركة. لازم التعمل في المعربين. تجارة احسن التجارة مع الله. 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 يا رب رزقنا التجارة معك على الواجه اللي ازي وديه. ربنا احسن نواياني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنفرت الفلر الحمد لله تمت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله اشتركوا في القناة شكرا